تحايا صباح الشروق وحكاية المكان من خلال صباح الشروق وتراث الداجب من جنوب واحدة من المناطق الجميلة جدا في السودان جنوب دارفور تحيي لكل مشاهدين وكل متابعين ومستمرين معكم وفي هذه المرة فقرة مختلفة علاجية تهميرية تهتم عموما باللمسات الجمالية في آدم وحواء تحيي لك مرة ثانية حزاء في آدم وحواء لكن نركز على حواء أكثر رايك شنو نركز على حواء كتير مو مشكلة لكن أنا أنا بخير مالليلة ومشي معهم كويسة أنا بدنا من كرة الغلم وأسر عزينا جميل الموضوع شوية سعادينو ينضم إلينا خبيرة التركيبات الصيدرانية العلاجية والتجميلية لحديثنا كما ذكرت مونة عن التركيبة التجميلية العلاجية بصورة عامة ودي حاجة مهمة جدا بالمناسبة دكتور بشير بابكر الألماني والمعروبي بشير الألماني أهلا بيك وسعدين جدا بيك شكرا جزيلا للاستضافة وإن شاء الله نكون ضيوف خافي فينا الضر لاني سعيدين بيك من كل هذا الصباح ويمكن دبق الطالع الآن في كل المجتمعات الاهتمام بالعناية بالبشرة الاهتمام بالمشاكل بتواليه بشرة الإنسان عموما الأجواء برضو بطاعتنا السودانية هي محتاجة لإهتمام وعناية نتحدث أكتر عن هذه هي التركيب ومد اهتمام الناس بعيات نعم التركيب طبعا هي أساسا لو أخذناك تاريخ تاريخ قديم برجع ليه زمن الفرعن اليه وراء يعني حتى واحدة من الحياة اللي عندنا ناسا بيقى مشهورة بيقى الكريمة اللي بتصنع من لمل الماء زال هي كم تستعمل كليوباترا هي منذ آلاف السنين يعني ستركيبات موجودة وزي ما عارفين إنه ما في زور راديان به حاله يعني اللونه أسمر بيكون داير يفتح لونه واللونه فاتح بيكون داير يسمر الشعره طويل بيكون دايره وقسمه مسير وشعره أصلا أبي طول بيكون نفسه يكون طويل إذن كده دائما تبقى إنه التركيبات التجميلية أو كل ما يخص التجميل دائما بيكون عكس الشيء اللي عندنا بيكون موجود يعني جميل طيب التركيبات دي ومدى الفعالية بتاعتها ومدى نجاحة في استخدامها للبشرة وللشعر حسب التجربة الطويلة والعارفين هي طبعا لو أخذناها بطريقة صحيحة لو الشيء المدروس ومعمول بطريقة صحيحة دائما بيكون ممكن يكون نجاح عالي جدا دي مهمة وقع إنه شيء مدروس ومعمول بطريقة صحيحة نعم نعم لكن لو بيقى طبعا شغل عشوائي سايب بتبقى بعد ذاك الضرر بتاعه ممكن يكون ممكن في لحظته يدينا النتائج جميلة جدا لكن بعد ذا بعد ذاك بتيجي الفاتورة بتكون غالية جدا يعني على الزهر يعني ممكن تكون مرات في أضرار بتعمل كان في البشرة كان في الشعر ممكن تكون إيرفيرسبل يعني ما بتقدر ترجع تاني بالضرر يعني ممكن مثلا في البشرة يوصلنا للسرطان ممكن شعر يكون الصلعة يعني زي صلعة ذي يعني عندنا نحن كأولاد مشكلة لكن اتخيل لما تكون في ميل أو أنثى الموضوع بيكون أصعب بكتير بيكون مختلف لكن يعني الاهتمام ده مهم جدا وفي أسعر النجاح لإستخبام هذه التراكيب سواء كان للبشر أو الشعر خلينا نتكلم عن سر النجاح السر النجاح زي ما قلنا هو بتبقى أنه نحن نأخذ التركيبة الصحيحة للبشرة المناسبة أو التركيبة الصحيحة للشعر المناسب يعني لو أخذنا كشي عام نهو عامتاً أغلبية الحاجات الموجودة جاهزة already الموجودة في الصيدليات أو موجودة في البوتيكات أو البقالات أو السوفر ماركتز بتكون أغلبية لو ما كلها أغلبية بتكون معمولة على أشكال بتعلك البشرة مختلفة من حقتنا وعلي أشكال بتعلك الشعر مختلفة من حقتنا تبقى أنه كيف نختار المنتج الصحيح للبشرة أو كيف نختار المنتج الصحيح للشعر ودهأ الممكن أن يكون السر النجاح بتاع الحتة كلنا برضو عاوزينا نتكلم عن الأثار الجانبية تشيرتها برضو إذا كان للبشرة أو الشعر ممكن يكون أصرها ممكن تؤدي لأسرطان رحمان الله وكل من يؤتونها وكل الناس لكن في الفترة الأخيرة نشوف كثير جداً من المشاكل تحديداً في البشرة ودي بتنتج عن عامل الاستخدام الخاطئ يعني مرضو مضوع الاستخدام له برورة مهمة جداً لأن تكون فيه ورشادات ورشادات صحية نعم صدقتها يعني أنه الناس يستعمل حاجة بطريقة صحيحة بالذات لما نبقي نتكلم عن التفتيح مثلاً ده طبعاً ده بيقل ده هاجسة هاجسة حالياً لأنه قليلين عندنا دارين يتسمروا أغلبيتم دارين يفتحوا لونه بتبقي أنه الواحد يستعمل حاجة أول شيء آمنة لأنه في حاجات ممنوعة أنه يستعمل أثناء الحمل أثناء الرضاة في حاجات ممكن يستعملها في اللحظات العادية غير كده أنه في أي وقت استعملت المنتج بتاع التفتيح أمسحه بالصباح أمسحه الظهر أمسحه بالنساء الوقت متين إنه حل بعد ما أنا أمسحه هل في حاجات تانية مثلاً مفوط استعمل واغي بتاع الشمس أنا أستعمل حاجة زيدي أنا أستعمل حاجة زيدي أنا أحمي نفسي لأنه حتى اللون اللي عندنا المادة اللي اسمها ميلانين ربنا صحان تعالى ما عمله ساياً عمله عشان هي حماية حماية للبشرة وليكل ما بس للبشرة ذات حماية حتى للأنس جاءة تحت البشرة يعني عشان هي تمتصها اليوفي لايت عندما تبقى ما في لازم أنا يعني آي أنا يعني في ناس بيعتبروا جزء من الجمال إنه كل لون مفاتح لازم يكون عندي طريقة تانية أنا أحمي البشرة وأحمي الأجزاء تحتها صحيح طيب خلينا ندخل ديب في التراكيب أو بعمق في استخدام هذه التراكيب من خلال تكشير من خلال إزالة الكلف والنمج والآثار المترتبة والتسبغات ممكن تكون في الوجه أو في البشرة عموما بالنسبة لحواء ولي آدم خلينا نبدأ بالاستخدام الصحيح لهذه التراكيب وكيف الواحد يعرف نفسه هو فعلاً الآن محتاج أن يعمل تراكيب لبشرته أو شعر يعني هي تبقى طبعاً جزء من المفهوم ممكن يكون المفهوم الخاطئ نبدأ بالتكشير أو شيء التكشير الـ Exfoliation ربنا عامل لها system في الجيلد يعني كل ما أنا أشيل الطبقة اللي ببره كل ما ببني بجوه لشان كده ليه عندنا كافية دينا الجيلد أدخن لأنه يعني كل ما أنا أشيله بشيله من مسك الحاجات وكده كل ما أنا أهلك البشرة كل ما بتبني نفس الجصة أنا كل ما أجشر كتير كل ما بشرته تبقى أدخن وبتبقى أدخن وبتبقى أدخن بعد ذلك فيه تكشير بيكون خفيف بدي نظار نشيل الجزء البره الميت وإصحر اللون الطبيعي التكشير بكون عبر التراكيب هي ذاته نعم تبع التراكيب هي ذاته يعني تعمل تراكيب في ناس بعمل بمقاس معقول في ناس بعمل بمقاسات عالية التي تكون بتشكلها يعني من كترة القيشرة زي السمكة يعني تكون في كمية من القيشرة طبعاً ده غلط يعني في النهاية حتى التركيب ذات من تعملت عمل بمقاس مقياس معين على حسب البشرة الموجودة قدامي دي نقطة معرفة هل معلش عفيا يا أبي هل التكشير ده عنده زمن يعني بصباح بالمساء بكده يعني طبعاً إحنا الجو بتاعنا شوية يعني الشمس وكده فخلينا عرف زمن التكشير برضي ممكن نقولها بطريقة عامة للمشاهدين إنه أي تركيبة أنا داري استعملها أفضل استعملها بعد المقرب من المقرب لغادي كان التكشير كان تفتيح كان حتى الترطيب يعني أثناء النهار إحنا شمسنا دي برا ما مفوض بقدم كان نمسع أي حاجة حتى الغسيل ما نغسل بصابون أو الغسول نغسل بموية ساعة نغسل الموية نجفف ونستمر في حياتنا أي شيء داير أمسحه أمسح من المقرب لغادي بس صباح أنا غاكل داير رأيي الشخصي إنه ما مفوض نستعمل إلا واقع الشمس يعني دي الحيو حديد ممكن يمسحه لكن مع الشمسنا دي غير كده ما مفوض نغسل ما يفع طيب لكتور تاني حزات الحاجة معروف إنه البشرة عندها أنواع كتيرة جدا فهل كل أنواع البشرة نفع معها كل أنواع التراكيب ولا لا كل البشرة عندها حاجة مخصصة بالنسبة لهم طبعا البشرات أنواع مختلفة كتير يعني حتى لو قلنا بس نتكلم أن أنواع البشرة احتمال الحلقة كلها ما تكفينا كل بشرة طعم بيكون عندها بعد ذلك طريقة بتاع التعامل المعين هي بعد ذلك تتوقف على ذول المتخصص اللي هو بيرشد الزبون أو المريضة أو المريض على أساس إنه استعمل الحاجة المتخصصة بالنسبة لنوعية البشرة بتاعته دي الفريق بيبقى بعد ذلك بين ذول المتخصص وبين الكريمات وكده بيمشي تشترون من السوق سايب استعملوها بطريقة أيوها فزخ وجله كريم بارد كريم سخن وزيد بارد زيد سخن لأنه بزعت أسامي يعني براب يعرفوها طيب يعني إحنا كده باللملة بحوارنا خلينا برضو نتكلم عن التراكيب دي ونشوف إنه الحاجات الطبيعية بتدخل فيها ممكن يستفيد من الإنسان غير الكيميكال خصوصا الشعر يعني في ناس بقول لك إحنا مثلا والله عندنا مثلا جلحات عايزين نغطيها عندنا ما بعرف كده تساغط في الشعر فخلينا نتكلم عن حاجات الطبيعية اللي بدخش في التراكيب طبعا المصابر بتاعني هنا مركز زمينا خليفة بنحييو في الكنترول برضو في ناس مركزين يعني اللي مساء عليهم شديد تقول لك تحطني مهمة فركزوا مع عليهم الحمد لله الشعر طبعا الناس بيعتبروا إن أنا ما أفوض يتكلم على الشعر لكن برضو هيتكلم عن الشعر الشعر طبعا حيات الطبيعية كثيرة جدا 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 منها الحياة الطبيعية أصلا يعني إحنا كسودانين بنستعمله اللي مثلا عندك القناعات القناعات بتاع الشوفان في القناع بتعمل بتاع الرز بزيت الزيتون يعني في حيات كثيرة طبيعية ممكن تكون ممتازة جدا أكتر من أي شي كيماوي حسنا ممكن تستعمله لكن برضو نوصل مشاهدين والمشاهدات أي شي نستعمله نستعمله على جماعة بحساب يعني ما معناته نحن نقول الماس بتاع الشوفان ممتاز للشعر أنا أقعد كل يوم أعمل ماس وفوق ماس يعني برضو نحن نخلي الحياة معقول مرة كالسبوع أيوة تكون حاجة كده موزونة بتبقى عندك منا فايدة لكن أي شي لما نزيل عن حده زي ما نقوله في المسال بتقلب ضده كلام مهم نحن ندارين نعرف مكانك أو المشاهد يعرف مكانك أنا بشير بقى بك رحمة الله صيداني أنا كبيرة صيادلة في مستشفى المناطق الحارة والجلدية ومدرمان وعندنا مركز اسمه مركز كريل للتدريب الاحترافي اللي هي بندرب فيه الصيادلة والأطيبة على التركيبات إنه تتعامل بطريقة صحيحة كيف افهمه يعتوب بشرة بتحتاج ليعتنوع من التركيبة عشان ننتهي من الفوضى الموجودة ساعة عامة في السوق ستبقى عندك هنالشعر بالمزارة بما الزمن ينحزر بردو البيت لأنه لا يوجد أسلام خاص في المجادة ما يكون عندنا كمية من الناس المتخصصين بعد ذلك يغلط ومشي لحيت الغرض بعد ذلك زنبو علي جنبو حمل النتيجة حمل النتيجة حمل علينا نعم شكرا جميعا دكتور رباشي مشير ألباني سايدين جدا بك سايدنا بينا على صباح الشرق شكرا لك الله يخليك، ليش شرق ولديك شكرا شكرا